اهلا بكم مشاهدنا في نشرة الاخبار بداية اعطى رئيس الحكومة سيد عزيز اغنوش انصب الرباط انطلقت فعاليات دورة 29 للمعرض الدولي لانشري والكتاب التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الى قاية 19 من ماي الجاري المزيد مع عبدالطيف بن طالب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس الحكومة عزيز اغنوش يعطي انطلاق تفعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب تظاهرة كبرى ببرنامج ثقافي يضم انشطة كتاب ومفكرين ومبدعين مغارب وأجانب معرض يكرس موقع المغرب بلدا للتلاقي والحوار والتبادل الثقافي المعرض كانت أبوحنا حفل تقافي حفل للقراءة وللكتاب هو فرصة للقاء بين المواطنات والمواطنين والكتاب والكتاب ودعم مباشر لكي تأتي الوزراء اليوم بفئة الشركات لعندها مع المجالس المنتخبة للقراءة وللكتاب الدورة الجديدة تعرف مشاركة أكثر من 700 عارض من 48 بلدا كما تتميز بحلول منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو ضيف شرف لها هذا الاختيار يمثل اعترافا بعملنا وبالروابط التي تجمعنا مع المغرب وستكون لزوار رواقنا فرصة اكتشاف مختلف الأنشطة التي نقوم بها في مجالات العلوم والتواصل والإعلام نحاولون نمثل جميع برامج التي تخدم عليهم مؤسسة محمد III لحماية البيئة وكذلك بحضور تلاميذ لهم لصيب البرامج المؤسسة فهناك مجموعة من الورشات التكوينية لكي يستفدون منها التلاميذ دينا برنامج غني ومتنوع في المعرض الدولي للنشر والكتاب بتنظيم أكثر من 200 نشاط حول تيمات عديدة من ضمنها قراءة التراث وكتابة المستقبل وإفريقيا المتعددة والإعلام والتكنولوجيا نبقى دائماً برباط حيث عقد أمس مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة خصوصاً لتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية نتعرف عليها في تقرير لهيشان فرحان في بداية أشغاله تداول مجلس الحكومة والصادقة على مشروع المرسوم بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مشروع يتضمن مستجدات تهم بالأساس إغناء تركيبة هذه اللجنة بإدراج قطاعات ومؤسسات وهيئات جديدة غير ممثلة في تشكيلتها من قبيل رئاسة النيابة العامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبعض القطاعات الأخرى والمؤسسات التي لها دور أساسي في تأهيل السجنة وإعادة الإدماج كمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والتعاون الوطني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجنة بعد ذلك صدق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم بشأن تحديد كيفية اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة مشروع مرسوم يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ولسيما المواد من 127 إلى 134 والمادة 173 من القانون المجلس الحكومي صدق أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد العالي للإعلام والاتصال وإتهاد المشروع بالنظر للحاجة الماسة للخدمات ذات الصلة بالتكوين والتكوين المستمر التي ما فتأت تعبر عنها مكونات مجال الإعلام والاتصال ببلادنا في ظل التطور المطرد لمهام وخدمات هذا المجال وبالنظر لكون هذه الخدمات من مهام المعهد العالي للإعلام والاتصال بصفته من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة واصل أشغاله بالمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة أخدا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة هذا المشروع يأتي تفعيلا للقانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومنهود بها وسيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته كان الاشتغال مع جميع القطاعات المعنية وقمنا منذ سنة 2022 بأولا وضع نظام لتقييم الإعاقة حسب المتطلبات منظمة الصحة العالمية وفي إطار مقاربة تشاركية كما قلت مع جميع القطاعات المعنية ولكن أيضا مع المجتمع المدني المجلس الحكومي اختتم أشغاله بالتداول والمصدقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا وذلك طبقا للفصل الثاني والتسعين من الدستور وفي خبرنا كاركدا وزير وعشرون الكارجية وتعاون الأفريقية والمغربات المقيمين بالكارج نصر بوريطة أمس بنيروبي أن سياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وضعت دائما الأمن الغذائية في صلب اهتمامتها باعتبره أولوية استراتيجية وأوضح السيد بوريطة على همش أشغال القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة التي تحتضنها العاصمة الكنية أن المغرب من خلال الزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى الدول الإفريقية جعل من الفلاحة عنصر نساسيا في تعاونه مع الدول الإفريقية سواء من خلال برامج التعاون أو من خلال توجيهات الملكية للمكتب الشريف للفصفات لوضع برنامج خاص للدول الإفريقية وعلى همش أشغال هذه القمة الإفريقية أجرى سيد بوريطة مباحثات مع عدد من رؤساء الوفود تطرقت للدفع بالعلاقات الفنائية وسبول تعزز التعاون مع البلدان الإفريقية ننتقل إلى إسبانيا حيث أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبدالطيف حموشي خلال الأسبوع الجاري مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه الإسبان خصوصا المدير العام لشرطة الوطنية السيد فرانسيسكو باردو بيكيراس والمفاوض العام للاستعلامات السيد خينيو بلانكو كما التقى السيد حموشي على همش مشاركته في فعاليات الاحتفالات الرسمية لذكرى السنوية المائتين لتأسيس جهاز الشرطة الوطنية بالمملكة الإسبانية كل من السيد إرافايال بيريز لويس كاتب الدولة الإسباني المكلف بالأمن وسيد جوليان أفيلابولو المفاوض العام للأجانب والحدود بنفس البلد وشكلت هذه المباحثات مع رؤساء الأجهزة الأمنية الإسبانية مناسبة مواتية لاستعراض النتائج المهمة التي تم تحقيقها في مجال تعاون الأمنية الثنائية بين المغرب وإسبانيا خصوصا في مجال التنصيق العمليتي والمساعدة التقنية لمواجهة تهديدات الخطر الإرهابي ومختلف صور الجريمة المنظمة لا سيما شبكات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وتهريب المخدرات وغيرها إلى أجدير هذه المراحل ثويف تتح تنس فعالية الدورة الثالثة من المعرض الدولي للأرغان المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نتابع تفاصيل في سياق التقرير التالي العاشر من ماي من كل سنة هو يوم يحتفي من خلاله العالم بشجر الأرغان وبهذه المناسبة انطلقت بأجدير فعالية الدورة الثالثة من المعرض الدولي لأرغان تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل افتتاح هذا الحدث تميز بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي واحد الحدث سنوي هذه السنة الثالثة يعني الكل سنسلة ديال الأرغان ما يخص الإشعاع ديالها واحد المقاربة اللي هي مهمة جدا جديدة لا فيما يخص العرض ديال المنتجات ديال الأرغان ومشتقات دياله لا فيما يخص يعني المعرفة المحلية ما يخص ديال الأرغان شجرة الأرغان ديال طبع المتواطني بالمغرب يتم تكريمها من خلال هذا المعرض نظرا لحمولتها الثقافية ودورها السوسي اقتصادي كرافعة لتنمية المحلية عدد من العارضين المشاركين في هذا الموعد السنوي أبرز الفرص التي يمنحها المعرض لإقامة شراكات تجارية لترويج المنتجات في إطار يمتاز بالابتكار وروح التعاون نحن اليوم تنتوجه في المعرض الدولي للأرغان في مدينة أقادير لكي نعرفه بالمنتج جيدا وتعرفه على ناس جداد وشراكة جداد والحمد لله كل شيء يزمزيان يعني كنا رواج جزوين والإقبال على المنتجات المغربية المحلية فضاءات مختلفة تجدونها في معرض أرغان من بينها فضاء الاستخلاص التقليدي لزيت أرغان إذ سيتم اكتشاف براعة نساء أرغان في هذا المجال وفضاء آخر خصص للنشئة بهدف تمكينهم من اكتشاف عالم شجرة الأرغان ومجالها الحيوي بطريقة ممتعة وتعليمية أما الفضاء الأهم هنا فتم تهيئته لتمكين مختلف التعاونيات النسائية من عرض منتجاتها حيث سيضح للزوار فرصة اكتشاف مزايا واستعمالات زيت الأرغان والتعريف بمشهودات المرأة القروية في سبيل تطوير وتثمين منتجات الأرغان وفي موضوع منفصل شكل موضوع مجالس العملات والأقليم وتحدياتها التحول الرقمية محور يوم دراسي نظم بيد دخل لتصلت الدوء على أهمية التكنولوجيا الرقمية في تحديث المرفق العام باعتبارها وسيلة تدبيرية جديدة تستهدف تجويد الخدمات الإدارية سكينا أمسوياء وباقي التفاصيل مجالس العمالات والأقاليم وتحديات التحول الرقمي محور يوم دراسي نظم بالدخل من قبل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم مساهمة منها في جهود تطوير ورشلة مركزية والرفع من مستوى أداء الجماعات الترابية موضوع اليوم كما لاحظت في الجلسة الافتتاحية كان هو الموضوع الانتقال الرقمي وعلقته بتحسين وتجويد خدمات مقدمة لمواطنات والمواطنين واللي جاء تبعا لمختلف الخطب الملكية السامية التي تتلح على استغلال جانب تكنولوجيا من أجل تقريب الإدارة من المواطن وتجوز بجموعة المؤيقات موضوع الندوة وموضوع الجمع العام والذي يخص التحديات التي تواجهها مختلف العملات والأقاليم في المملكة بخصوص تحول الرقمي وهذا الورش الكبير المفتوح هو سيكون إن شاء الله موضوع نقاش بشكلها يطرح الإكرهات ويطرح العراقيل والإشكاليات الحقيقية التي تواجهه من أزل تنزيل هذا الورش وذلك بطبيعة الحال رغبة في تحقيق المراد وهو خدمة جديدة وخدمة سريعة لفائدة المرتفقين حث المشاركون في هذا اليوم الدراسي مجالس العمالات والأقاليم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع الانخراط في مصاري الرقمنة والتحول إلى الإدارة الرقمية للرفع من الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد كما عرف هذا اللقاء تقديم عرض حول الإطار العام لمشروع الموقع الإلكتروني النموذجي الخاص بمجالس العمالات والأقاليم جماعة التورابية كسبقة هي الإدارة التي لديها علاقة مباشرة بالمواطن والتي هي الأولى في هذه العناية وبهذا الاهتمام بالنسبة للمدبري المجاليين على أن تتم الرقمنة دي لهذه الإدارة بما أنها هي المدخل العلاقة المواطن بكل ما هو إداري ولذلك فالرقمنة ديها مهمة الحدث عرف التأكيد على ضرورة تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لمواكبة التحول الرقمي وجعل الرقمنة رافعة للتنمية الاجتماعية وتعزيز تكوين الموارد البشرية في مجال المعلوميات لتقوية مهاراتهم التقنية إلى دار البيضاء حيث انطلقت تشغل دورة الخامسة للمنتدى العربي لتنمية المجتمعية والمنظمة تحت شعار دور ديبلوماسية تضامنية في تخفيف أدرار الكوارثي الطبيعي المزيد في تقرير شيماء باكا أشغل الدورة الخامسة للمنتدى العربي لتنمية المجتمعية انطلقت بالدار البيضاء تحت شعار دور الدبلوماسية التضامنية في تخفيف أضرار الكوارث الطبيعية لقاء شكل فرصة لفتح حوار عربي ودولي وتسليط الضوء على الأبعاد الإنسانية لهذه الدبلوماسية التضامنية في تحقيق الكرامة الإنسانية وتبدل المعرفة والخبرات بين الدول هذا يأتي الجيش الحويش أولا اعتزازا بالملحمة الوطنية لعرفاتها بلادنا خلال زيزال الحوز والتي كانت واحدة الملحمة تعبأ لها الجامع لمؤسسة الدولة ولا المجتمع المدني ولا المتطوعين والمتطوعات ودوكله تحتاج توجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وكذلك تجي لأنه أصبحت راهينية المشاركون في هذه الجلسة أجمعوا أن المنتدى أتحى الفرصة أمامهم لاتبدل الأفكار والتجارب الناجحة والمساهمة في تعزيز الوعي العربي والعالمي بأهمية الدبلوماسية التضامنية في تصديل الكوارث المشاركين يمكن لأول مرة لديهم مشاركة للتعرف على التجارب العربية الموجودة ومنها المملكة المغربية كيف كانت تعاملها الاحترافي في التعامل مع الزلزال الأخير وهذا حقيقة الآن لا اهتمام كبير من المشاركين للتعرف على الخطوات الإيجابية خاصة من بداية حدوث الزلزال إلى نهاية يعني إيواء الناس وتميز حفل افتتاح المنتدى العربي لتنمية المجتمعية بتسنيم جوائزة للجمعية الفائزة بالجائزة الوطنية لتطوع في دورتها الأولى والتي تروم تكريم أفضل المبادرات التطوعية بالمغرب أطنياً دائماً شكل موضوع تثمين المنتجات المشتقة من الإبل لاستعمالها في تنمية المستدامة نحور مناقشات خلال ورشة عمل النظمة بجماعة فم الواد تابعة لإقليم العيون بحضور ثلة من الباحثين ومربي الإبل ورؤسائية عونية عوداء مع شيماء باك تثمين المنتجات المشتقة من الإبل لاستعمالها في تنمية المستدامة محور مناقشات خلال هذه الورشة المنظمة بجماعة فم الواد التابعة لإقليم العيون ورشة تندرج في إطار مشروع ممول من طرف مؤسسة فوس بوكراع والهدف تطوير الخبرات في مجال تثمين منتجات الإبل وتسليط الضوء على الإمكانات الهائلة لهذه المنتجات اليوم في هذه الورشة وهذه النسخة الأولى منها استدفنا مربي الإبل تعاونيات ومجموعة من الفاعلين المحليين وناس اللي في الصناعة وفي التحويل وتثمين مواد الإبل لنقاش حول هذا المكوّل الأساسي اللي كي يزخر به قطاع الإبل وشكلت هذه الورشة التي جمعت ثلة من الخبراء والباحثين الأكاديميين فرصة لتعزيز معارفهم وخبراتهم من أجل ضمان تنويع منتجات الألبان واللحوم المقدمة للمستهلكين لدينا واحد المشروع لكي يعمل لا تسمين منتجات انطلاقا من الإبل من أجل صنع مواد تجميلية ومواد طبية وكذلك مواد للتغذية والهدف من هذا اللقاء إن شاء الله هو أننا نحاول ندير وحد الجمع ما بين الناس المختصين سواء الصناعيين ولا الباحثين والعلماء تجربة رائعة جداً واستفدناها والأهم من شيء هي استفدنا لأنه كانت عندنا أخطاء الحمد لله صلحناها من خلال هذه الباحثين وهذه الأساتذة والدكاتر وتميزت تورشة العمل هاته بتقديم مجموعة من العروض التي تمحورت حول الاستخدامات المختلفة للمنتجات المشتقة من الإبل المخصصة لتغذية ومستحضرات التجميل وكذا صناعة الأدوية انتقل إلى مراكش حيث تقيم والفنانة وتشكيلية مونيا بوطلب أجم الدين معرضاً فنياً خلال الفترة الممتدة من ثمن إلى ثلاثين من ما يلجري بعنوان تحت القبعة تفاصيل هذا المعرض في تقرير ليردوان مستقيم تحت القبعة عنوان معرض يرتقي بنبات الفطر إلى مرتبة الرموز السردية الأساسية ويتيح سفراً ممتعاً عبر مختلف مراحل التفكير الفنية الفنانة التشكيلية مونيا بوطلب نجم الدين التي تغوص بالزائر في الطبقات المتعددة للمعنى الكامن وراء كل عرض تقديمي لنبات الفطر من أجل إثارة تفكير معمق حول الحالة الإنسانية أمام التحديات المعاصرة إنه بحث بدأت العمل عليه منذ بداية انتشار وباء كوفيد-19 بالنسبة لي الأمر لا يتعلق بعناصر بسيطة للتزيين وإنما رموز سردية أساسية في الواقع تكشف كل قطع عن منظور مختلف يعكس تعقيد الأوقات التي نمر بها نبات الفطر الذي كان رمزا للفيروس أصبح استعارة لثنائية الطبيعة البشرية وعلاقتنا بالعالم ما يجعل هذا المعرض التشكيلية مميزا هو الأسلوب الذي تستكشف الفنانة مونيا بوطلب من خلال حياة نبات الفطر لتوسيع نطاق المعاني بذا الخبر نكون قد وصلنا مشاهدين على نهاية النشرة لكن تغطيتنا مستبرة لأبرز الأخبار دمتم في يمان الله